السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي طلبات وطلبات الصف الثالث الثانوي مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صابري ياسين وهذه قناة سبيشال يوستي وقناة الشباب المتميز طبعا انا قدمت لكم حلقات عن منهج الصف الثالث الثانوي من كتاب جايانت العمالق وان شاء الله ناوي انزل حلقات خاصة بنفس المنهج منهج اللغة الانجليزية ولكن من كتاب اخر الا وهو كتاب جيم طبعا هنبدأ الحلقة دي ان شاء الله بلسون 1 and 2 درس الاول والدرس التاني هنستعرض فيهم الكلمات المهمة بحيث اي حد عاوز يكون يعرف ينطقه سليم يستمع للفيديو ده والحلقة اللي بعدها ان شاء الله هنحل التمرين الخاصة بالفكاب فخليكم معايا واشوفكم بعد الانترو وارجحت لكم مرة تانية وزي ما احنا معنا دلوقتي الفكاب اللي هي الكلمات المهمة اللي موجودة عندي في لسون 1 and 2 الخاص بالوحدة الاولى منهج اللغة الانجليزية لعام جديد 2022 يلا بنا نبدأ بسم الله هنقرأ الكلمات اللي موجودة عندي بيقول لي الكيفوكاب shocked spin tabloid newspaper vocabulary on reading afford amazing article author authority block booksellers contents copy incident media nervousness product publish rescuer result rhyme root crime dishonest exist extreme factual fans financially headline illegal sand security site square storm strict tongue warning vocabulary on listening كلمة نص الاستماع accurate annoying apply for apprentice ship celebrity full time give up journalism 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 journalist nosey obviously qualities good reporter volunteer workbook vocabulary كلمات الموجودة في كتاب الworkbook convict copyright court criminal criminal danish digital lawyer obtain pay permission pirated punish punishment refer to require text textbooks violate بعد كده عندي الexpressions والphrases والإيديم والprepositions تعبيرات والعبارات والإصطلاحات وحروف القر at low cost at the same time be kept a secret do an amazing job find out go around pop in for find a chance for for that reason return to normal wait with baited breath pass through share on travel through طبعا دي كانت أهم الكلمات اللي موجودة في listen one and two اللي جايب بعد كده مجرد كلمات زيادة لإثراء القموس اللي موجود في ذهنك علشان تكون يكون عندك خلفية عن مشتقات الكلمة زي اللي هنقراها دلوقتي اللي هي الderivatives المشتقات عندي الفعل موجود هنا تحت قائمة أو لسة الverb واللسة اللي تحتها النون الاسم وطبعا الادجكتف اللي هي الصفة فانا هقرأ وانتا ركز معايا النونس النونسمنت النونسر النونست كومبنسايت كومبنسايتشن 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 فاكتشول انفستيغيت انفستيغيشن انفستيغيطر انفستيغيتيف اككير اككارنس بدون صفة بابلش بابلشنج بابلشنج بابلشت بابلشت ريسكيو 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 لاحظة انها متكررة في الفعل والاسم والصفة وور وورنينج وورنينج برضو متكررة في الاسم والصفة طبعا الجزء اللي جاي ده مهم جدا بيجا عليها اسئلة كتير في الاختياري اللي هي السينونيم والانتونيم هنا بيقول لي بقى بيجا عليها السينونيم والانتونيم بيجا عليها اسئلة كتير في الاختياري بيجا عليها اسئلة كتير في الاختياري مَلْد لول فاكتوال ريال رياليستيك فالس فكشنا نوزي انتروسي Curious Uninterested Uncaring Occur Take place Happen Stop Result Consequence Outcome Cause Ruin Devastate Destroy Construct Repair Strict Rigid Stern Flexible Gentle Mental ودي الدفينيشن اللي موجودة في الوحدة على ال Focus on Vocabulary طبعا عندي مجموعة دفينيشن اول كلمة كلمة cheat بيقول لي Someone who behaves in a dishonest way in order to get something Demand To ask for something in a very strict and serious way Incident A formal word meaning event Piracy When someone illegally copies and sells someone's work Ruined Completely spoiled something Shocked An extreme adjective meaning very surprised and upset Wait with bated breath A phrase meaning waiting with a lot of nervousness and excitement Claim Say something is true although it has not been proved Occur Happen or exist in a particular place or situation ودلوقتي بعض الملحظات على الفكاب طبعا كل اللي هعمله هنا دلوقتي ان انا هنطق ليك بس الكلمات ومعانيها موجودة طبعا وعندك امثلة بالجمل ممكن تقراها مع نفسك كلمة factual Or true Newspaper The press The media Tabloid newspaper Broadsheet newspaper Incident Event Event Occasion Occasion Claim Allege ودلوقتي بعض الملاحظات على الجمل اللي وردت في نصي الاستماع والإيه والقراءة أول جملة عندي بتقول Some websites have removed the photos after receiving warning from the publishers always بيقول لك لاحظ استخدام الفيرب آين جي بعد after لعدم وجود فعل اللي هو في الجزء ده After receiving الملحوظة الثانية بتقول Lawyers have demanded that the websites stop showing the illegal photos بيقول لك برضو لاحظ استخدام الفيرب آين جي بعد الفعل stop بمعنى يتوقف عن منحوظة الثالثة بيقول The ship called the ever given is for hundred meters long and weighs two hundred thousand tons لاحظ اختصار جمل الوصل called the ever given واستخدام الفاصلتين فالجملة أصلها The ship which is called the ever given is for hundred meters long and weighs two hundred thousand tons يعني هو حزف ضمير الوصل وحزف الفعل المساعد آخر ملحوظة معانا Keep trying until someone gives you a chance اللي تلاحظ استخدام صيغة الأمر قبل until والمضارع البسيط بعدها للتعبير عن المستقبل طبعا هنا حافظين أن until بيجي قبلها لما بيجي بعدها مضارع بسيط أو مضارع تان بيكون قبلها مستقبل بسيط من في إنما هنا جاي فعل أمر والناحية التانية عندي مضارع بسيط والرابط اللي هو until موجود في المص منه طبعا ده كان نطق الكلمات بتاعة lesson one and two واستعرض لبعض الملاحظات المهمة اللي موجودة على الكلمات وبكده نكون انتهت حلقتنا وعندكم أي استفصار تسيبوه تحت في الكومنس وياريت تكتب لي أي تعليق مهما كان حتى لو هتصلي عن النبي في تعليق من التعليقات ويتستنون الحلقة الجاية إن شاء الله هنحل تمرين lesson one and two اللي موجودة في كتاب جيم مع بعض ياريت لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك للفيديو وتشيروا مع زمائلكم على وسائل التواصل اجتماعي زي الواتس أو غيرها من وسائل التواصل وشكرا لحسن استمعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته